السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخواني اخواتي في الله متتبعي قناة يونستك اليوم معكم في ثاني فيديو لي وهو طريقة استرجاع الاماي في هاتف لينو 319 المهدى من طرف الوكيل اريدو اليوم سوف نقوم باسترجاع الاماي بعد ان تقوم بتثبيت رام معدنة او رام بواسطة الحاسوب بعد ان تشغل الهاتف سوف تلاحظ ان الكارت سيم غير لا تعمل لذلك سوف نبدأ اليوم في استرجاع الاماي وعلى بركة الله نبدأ في الدرس بعد ان تقوم بتحميل التطبيق الموجود في الديسكريبشن بعد ان تقوم بتخطي الاعلانات وكتابة الكابتشا في الموقع تقوم بالضغط على داونلود وأنا آسف على هذه الخطوات الكثيرة لان ويعني المهم نكمل في الدرس بعد ان تثبيته تثبيتا عاديا بعد ان تثبيت التطبيق سوف تدخل اليه ها هو التطبيق سوف تقوم بكتابة الايماي الاول والايماي الثاني ان كنت تتوفر على علبة الهاتف وان كنت بطريقة اسهل يعني تقوم بك هنا تضغط على تضغط على ثم تضغط على ابلينيو ايماي بعد ان تقوم بضغط على ابلينيو ايماي يقوم بحفظهم ولكن يقول يجب سوف تطبق هذه الاعدادات بعد ان تقوم باطفاء الجهاز او نزع البطارية لذلك سوف تقوم بنزع البطارية الهاتف ويعادة تشغيله وبعد ان تقوم بتشغيله سوف تلاحظ ان الكارتسيم تعمل وكل شيء عادة الى طبيعته وهذا هو درسنا اليوم ويرجى وضع لايك للفيديو وسبسكرايب ان اجابكم وفي امان الله وشكرا